اشهد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بما تمتلكه مملكة البحرين منظومة نرائدات في حماية الحدود والسواحل بفضل استراتيجية التطوير والتحديث الشامل المبنية على الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم والمتابعة الحديثة من سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدت بين رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان مع وفد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وذلك في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة وخلال اللقاء أكد العسومي أن التشريعات والقوانين الوطنية لمملكة البحرين تعتبر الركائز الأساسية التي يتم التعامل بها داخل وخارج نطاق الحدود الوطنية بحيث تتيح لحاملها الانتقال عبر الدول بشكل قانوني وآمن بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال مما ساهم في ارتفاع تصنيف جواز السفر البحريني على المستوى العالمي